شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان المخصص لمناقشة مشروع القرار بشأن دور البرلمانات في الحد من أضرار الاتجار بالأيتام ومثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة الدكتور بسام إسماعيل البن محمد عضو مجلس الشورى وسعادة النائب منير إبراهيم سرور وسعادة السيدة هالة رمزي فائز عضو مجلس الشورى وأكد وفد الشعبة أن الدعم والاهتمام الذي يحظى به الأيتام في البحرين من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يجسد الرعاية الأبوية والاهتمام الوطني بجميع الأيتام والحرص على تقديم الرعاية لهم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم معربا عن الاعتزاز بالمبادرات التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للنهوض بالأطفال والأيتام وحمايتهم وضمان مستقبل مشرق لهم